طيب موضوع مهاجم النادي الاهلي في اسامة انا قلت لكم من فترة منها ناس استبعدت لكن فجأتي مثلا ان محمد كانوته امبارح اسمه بيتردد على المواقع والنهاردة اسمه بيتردد على المواقع فودا انا كنت اقيله من فترة طويلة هل عادوا لي ولا لا جاكسون موليكا سألت بما لا يدع مجل الشك النهاردة احد المسؤولين المؤثرين في القرارة قال لي صعب نجيبه بتلاتة ونصف مليون يور هزي ليست في ميزانية النادي الاهلي قال لي ده امر صعب قلت له طيب قال لي بص في محاولات من مهانس عدل القعي اه عدل القعي لا يستسلم لكن مش هيجي بتلاتة ونصف مليون يور طيب سوري كعبة اللي هو لعب ميتلاند الدنمارك اللعب الغين انا بجيب لك الاسامي وبيجيب لك ردود من المسؤولين في النادي الاهي بجيب لك ردود من المسؤولين في النادي الاهي سوري كعبة متلاند دنمارك سبعة وعشرين سنة اه اه لعب فريق لعب السنة دي اربعة وعشرين مباراة لعب هو اربع مباريات ولم يسجل وسجل على مدار سنوات وهو مع متلاند في اربع مباريات في تمهيد دور الابطال سجل في هدف واحد فقط سألت مسؤول معني بالامر سألت مسئول معني بالامر عن سوري كابا اللي كان مرشحا فقط ولم ندخل معه في اي مفاوضات نظرا لارقامه نظرا لارقام المترجعة نظرا لارقام المترجعة انا بقول لك ردود مسئولين في الاهل عشان ما تمشيش ورا حلم او ورا اسم وتلاقيه مقلب لا طيب جوستافو دي سيلف اللي هو الكوري ايضا سألت فيما يخصه البرازيلي الرهيب قال افلنا الباب على البرازيليين تماما مفيش برازيلي هيجي لان اتفقنا معنا دي الكوري وخلصنا الاتفاق جينا نتفق معه هو رافض التنازل عن 3 مليون يورو رافض التنازل عن 3 مليون يورو وبالتالي رفضناه تماما 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 طيب اتردد اسم نجم منتخب الجزائر لمنتخب المحليين واللعب الموهوب اللي احنا كلنا شفناه مع فريقه امام النادي الاهلي في العام الماضي وهو احمد قندوسي احمد قندوسي انا بقول لك او يا عم انا بقول لك احمد قندوسي اللي هو وكيله يوسف حداد 23 سنة ولعيب مميز للغاية ولعيب مميز للغاية سألت فيه قاله احنا كنا بنفكر نجيبه تحت السن يبقى موليد 2001 ماشي لو هو موليد 2001 لسه حتى الان يعني قال لك يعني ما دخلناش فيه لكن هو ضمن المرشحين عندنا وضمن اهتماماتنا لكننا لم نتفاوض للحصول على خدماته خلال الاوينة الماضية طيب سألت طب الديني اسم الديني اسم تقول لانت بتتفاوض معاه الديني اسم تبقى انت بتتفاوض معاه كنادي اهلي قال في اسمين بنتفاوض معاهم في اوروبا افارقة في اوروبا لكننا لن نعلن اي اسم مهما كانت الظروف قلت له ليه قال لي دلوقت احنا في اللحظات الاخيرة او في الايام الاخيرة من الانتقالات الشتوية اي حد اسمه هقولولك واحد هيجري وراه ده هيروح يبعط له عرض ده هيعمله مش عارف ايه ده هيسوله ايه انا بتفاوض باخد موافقة كلر وبعدين ابدأ التفاوض مع ندي واستأذي الندي في التفاوض مع اللاعب اللي الندي بيوافق اللاعب بيغالي اللاعب اللي يوافق ندي بيغالي وهكذا وهكذا فالفكرة ان في صعوبة في المهاجم الافريق انا شايف ان الصعوبة جاية انك انت مركز على اللي في اوروبا تجيبه هنا احنا طول عمرنا بنجيب من افريقيا واحنا نبقى محطة لاوروبا عاوز تجيب من اوروبا الناس شافت العشة للمرتاح شافت الدنيا كويسة شافت الحياة الجميلة هيجيلك ليه هيجيلك ليه ايه الدوافع اللي عندك اللي تدفع نجم كبير موجود في اوروبا انه يجيلك ما عندكش مميزات فعشان كده افرع البرازيليين وبيركزوا مع الاوروبيين في اتنين بيتفاوضوا معاهم خلال ايام القائمة المقبلة الاسامي اللي كلها اللي عملت تهري فيه على الساحة سوري كابا جوستافو جاكسون موليكا محمد كانوتين كل دول مستبعدين تماما بخلاف طبعا عزيزي عقوب والشركة اللي قبل كده واحمد قندوسي في الاهتمام لكن الاهلي لم يدخل معه اي مفاوضات في هذا الشأ وما زال من الناس اللي مطروحة لكن الاهلي عاوز يجيب كوالتي اعلى وخبرات اعلى كوالتي اعلى وخبرات اعلى المهاجم سيكون موجود في النادي الاهلي وقت ما المفاوضات تخلص بقول له طب يلعب يلعب القمة ما يلعبش القمة طب يلعب ماتش الداخلية عشان يمقى فيه انسجام وقال ما يلعب مانس طب ايه اللي يحصل ايه اللي يجرى قال احنا ماشيين في المفاوضات هناك مخاوف هناك مخاوف لا ده قطاع عريض من جمهور النادي الاهلي العظيم انه يمتهي الانتقالات الشتوية وما تجيبش المهاجم مخاوفك عندها حق وانت الان وقالقك امر طبيعي لكن المسؤولين في النادي الاهلي اكدوا واجزموا ان الاهلي حريص على التعاقد مع مهاجم كبير السن ولاعب موليد الفين وواحد يبقى جناح ووجود كهرباء خلى الناس مرتاحة متطمنة عندها امان نفسي عندها ثقة انك انت تقدر تعدي وتروح الى ابعد مدى اعلى باللايك يا غالي عشان الخبر اللي جاي ده قنبلة 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 لا نعلى باللايك لايك وشير وصلى على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن جد الحسين الى اللي معنا اضرب اللايك ده احنا النهاردة نجم الجمهير كمان